أهلاً وسهلاً بكم أحباء المشاهدين والمشاهدات ما هي التجربة؟ وما هي أنواع التجارب؟ وهل اختبر السيد المسيح التجارب مسلنة؟ وكيف انتصر عليها؟ وكيف يمكننا نحن أيضاً أن ننتصر على هذه التجارب؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم فابقوا معنا أهلاً وسهلاً بكم أحباء المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى نعرف إنجيل متى إصحاحة 4 من عدد 1 إلى عدد 11 عن تجارب السيد المسيح ثم أسعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس فبعدما صام أربعين نهاراً وأربعين ليلة جاء أخيراً فتقدم إليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحكارة خبزاً فأجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وعوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فإطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوسي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك قال له يسوع مكتوب أيضاً لا تجرب الرب إلهك ثم أخذه أيضاً إبليس إلى جبل عال جداً وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تغدمه الجزء المبارك اللي سمعناه الآن يا أحبائي هو عن تجارب السيد المسيح ولما نيجي عند كلمة تجربة معنى إيه كلمة تجربة؟ التجربة ليها معنيين المعنى الأولاني هي تجربة للوقوع في الخطأ أو الخطية فالتجربة تحمل المعنى الأول إن فيه تجربة أو فيه شيء معين بيحس الإنسان أنه يعمل خطية والتجربة بالمعنى الآخر هو المصائب والألمات التي تأتي على الإنسان إذن التجربة ليها معنيين؟ يا إما الوقوع في الخطية يا إما المصائب والألمات التي تيجي على الإنسان عموما تعالوا نشوفوا النوع الأولاني اللي هو الوقوع في الخطية التجربة التجربة اللي بتيجي للإنسان عشان يعمل الخطية مين مصدرها لازم نعرف أن مصدرها الوحيد هو إبليس دي القوة اللي بتحرط كل فعل شر للإنسان ده اللي بييجي دايما ويتكلم ويد النصايح السيئة ويحاول أنه يغري الإنسان لفعل الخطيئة ويزين الخطيئة في عينه حصلت مع مين حصلت أول مرة مع حواء لما الشيطان دخل جوه الحية واستخدم الحية عشان يكلم حواء وابتدى يجربها ويقول لها هو حقا قال لكم الله لا تأكل من كل شجر الجنة وابتدت حواء تتكلم قالت له لا ناكل من الشجر ده كل الشجر ما عادة معرفت الخير والشر لا إلا نموتها لا مش هتموتي مش هتموتي تعرفي ربنا مش عايزكم تأكلوا ليه لأنه إنتوا لو كنتوا هتكونوا مثل الله عارفين الخير والشر فابتدى يشككها في محبة الله ليهم ابتدى يشككها في صلاح الله ابتدى يشككها إن الله صادق معاهم الله بيقول لو قالتوا من الشكرة هتموتوا بس الشيطان جهل حواء وقال لها إيه ما تخفيش مش ديه الحقيقة لا أنت موتها أنت وقل لأ أنت ولا أدا ما هيجرالك حاجة مين الأغوى حواء الشيطان وجالها بصورة مباشرة وممكن الشيطان يستخدم حد عشان يغوي الفعر الشر مش دايما إحنا بنكون زي حواء والشيطان يجلنا كده في صورة حية ممكن الشيطان يستخدم ناس قريبين لنا ممكن الشيطان يستخدم ناس أشرار أيضا إزاي؟ يعني لو شفنا مثلا في قصة يوسف الشيطان لما جه يجرب يوسف ما جالوش بصورة شخصية ظهر له أو استخدم امرأة فوتيفار عشان يحقق أغراضه وكانت تجربة صعبة جدا 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 على يوسف فنتخيل يوسف العبد امرأة سيده بتطلب منه وبتقول له اتجع معي يعني ده أمر ده أمر المفروض كعبد يعمل إيه؟ يطيع يطيع لكن ما سمعش وما كانش أمر المرة واحدة الكتاب بيقول إنها كانت تقول له يوما فيوما شوفوا الزن بقى يوما فيوما يوما فيوما ليه؟ ليه كده؟ ليه كده؟ لأن الشيطان هو اللي وضع في أفكارها ده كويس ده شكله حلو اعمل الشر معاه فيوما فيوما وكان يوسف في السن ده يا جماعة في عنفوان الشباب في قوة الشباب حوالي 25 أو 27 سنة أو أقل من كده بشوية أو على الأقل نعرف أنه كان 17 سنة وقت مدبع للإسماعليين فكان في عنفوان شباب وقوة جسمه ولكن بالرغم كده يقوم التجربة ويقول فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله طيب مين اللي خلى امرأة فطفار تعمل التجربة دي من نزواتها الشخصية بتحريد من إبليس وممكن الشيطان يظهر بصور مختلفة مش بس يستخدم الأشخاص الأشرار لا ده ممكن يظهر بصور كتيرة جدا زي ما قلنا ظهر مع حوة على شكل حية كانت الحية جميلة وكانت أحية لجميع المخلوقات فممكن يظهر بشكل حلو جميل كده وعلى حاجة كده محبوبة للناس وممكن أظهر أيضا يظهر في شكل كديس وده اللي حصل في ساموائيل الأولى 28 لما شاول رحل عرافة واحدة بتاعت جان وتوابع طلعت له شخص ظهر مية في المية أنه هو ساموائيل مع أنه في الحياة ما كانش ساموائيل كان شيطان ظهر وابتدى يدي رسالة تحبيط ورسالة يأس إلى شاول والنتيجة كان انتحار فممكن يظهر على شكل كديس وممكن يظهر مباشرة بشكله بهيئته زي ما ظهر للرب يسوع على جبل التجربة ممكن يظهر زي ما هو عادي جدا 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 لأنه مش هيقدر يخضع السيد المسيح ممكن الشيطان يستخدم حتى أهل البيت تخيلوا دي زي ما استخدم مين زي ما استخدم زوجة أيوب لما أيوب تجرب والشيطان ضربوا ضربات كثيرة جدا جات زوجة أيوب بتقوله إيه أأنت متمسكم بعد بكمالك بارك الله ومت في الترجمة الإنجليزي بتقول إلعن الله ومت لأن الترجمة الأصلية بتحمل المعنيين فهي فيها نقمة فيها نقمة على الله ليه أنت عايش بالشكل ده ليه أنت عايش وعايش لمين يلا إلعن إلهك اللي أنت متكل عليه أنت لسه متمسك بكمالك بارك الله أو إلعنه وروح موت خلاص أنت ملكش أزمة يعني التجربة ممكن تيجي من الزوجة ممكن تيجي من الأب ممكن تيجي من الأم ممكن تيجي من الأخ من الأخت أو حتى من الصديق يا جماعة وده اللي حصل بالزبط مع مين؟ ده اللي حصل مع السيد المسيح لما قال للتلاميذ أنه هيصلب جه بطرس على جنب وابتدى ينتهره كان رد السيد المسيح عليه إيه؟ اذهب عني يا شيطان برغم أنه بطرس نفسه ما كانش شيطان لكن الشيطان استخدم بطرس عشان يفشل السيد المسيح عن الصليب الشيطان كمان ممكن يظهر في شبه ملاك نور تخيلوا دي؟ يعني ممكن يظهر في شبه ملاك يكي جاء أنه ملاك مضيء قوي جبار ده اللي قاله الرسول بوليس في كورنسوس 12-11 وعدد 14 دي التجربة بمعنى الإغواء على الخطيئة أو الشر النوع الثاني من التجارب يا حباء هي إصابة الإنسان بالألم والتجارب والمشاكل زي إيه؟ تعالوا نشوف إيه مصدر الألمات اللي بتيجي للإنسان؟ المصدر الأولاني بالتأكيد هو إبليس نجد مثلا في قصة أيوب لما أيوب كان راجل كامل بار مستقيم أتاق الله يحيد عن الشر إيه اللي حصل؟ الشيطان بتده يشتكي عليه الشيطان بتده يتكلم عليه فربنا قاله خلاص أهو بين إيديك بس حافظ على نفسه عمل إيه؟ نهب نزل نار من السماء جاب له حرب وسلب أمواله موت أولاده وجاب له الأمراض حتى أصدقائه اللي جايين عشان يقفوا جنبه ويسندوه قالوا كلام متعب لدرجة أنه هو قال لهم أصدقاء أو معزون متعبون مش نفعل حكاية كل الضغوط دي مين اللي جابها على أيوب؟ مين اللي جابها عليه؟ ما هو إلا الشيطان ليه؟ ليه؟ لأن ببساطة كل اللي عايزه إبليس إن أيوب يجدف على الله يهرب من الله ما يكونش فيه علاقة تانيب الله إذا المصدر أولاني للتجارب هو إبليس وممكن إبليس أيضا يستخدم غير المؤمنين لكي يؤذق المؤمنين زي مثلا إخوة يوسف عملوا إيه مع يوسف؟ حقضوا عليه غيرة حسد تخطيط للقتل وبعد كده رموه في البير وبعد كده بعوه كعبد كل الألمات دي كلها الشيطان استخدم القلب أو النفس الضعيفة لإخوة يوسف عشان يعمل مشاكل ليوسف حتى الاتهدات اللي جات على الكنيسة من اليهود كانت بسبب إيه؟ كانت بسبب أن الشيطان كان بيحركهم ضد الكنيسة ضد الرسل ضد البشارة يا ما جلدوهم يا ما سبوهم وشتموهم يا ما حبسوهم وقتلوا منهم الكثيرين مين اللي حرد دول؟ اللي حرد دول ما هو إلا الشيطان ممكن الألم أيضا يا حبائي يجي نتيجة إهمال الشخص نفسه يعني ممكن الإنسان يجيب الألم لنفسه ممكن طبعا وهنا بنلاقي أنه ده بيحصل كتير الإهمال ده خطية بشعة جدا جدا الإنسان ممكن أنه يحصد منها نتائق خطيرة فمثلا بطرس بطرس كان متهور جدا في بويستانجو الثيماني ومسك سيف عشان يدافع عن السيد المسيح وقطع ودن عبد الرئيس الكهنة ملخس كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة أنه كان ممكن يفقد حياته كان ممكن يموت لو السيد المسيح لم يشفي ودن ملخس وأيضا أعتى شهادة سيئة عن السيد المسيح أنتوا بتستخدموا السيف أنتوا فيه عنف أنتوا فيه إراق الدماء وما كانش ده هو المقصود من رسالة السيد المسيح اللي هي رسالة المحبة أساسا وممكن يجي الألم أيضا يا حباء قعقاب من الله للخاطئ أو للمؤمن عشان يرجع فممكن الله يعاقب الشرير على شره زي معاقب الأموريين مثلا زي معاقب أهل سدوم وعمور زي معاقب المصريين والضربات العشر زي معاقب المؤمنين بني إسرائيل لما كانوا بيبعدوا ويدلوا كان الرب بيقدبهم بتأديبات البشر زي معاقب حنانية وسفيرة لما كذبوا على الروح القدس فالرب كان ممكن يعاقب الأشرار على خطيتهم أو يقدب المؤمن على خطيته عشان يرجع إليه مرة أخرى فهنا المعنيين موجودين معنى التجربة بمعنى الإغواء على فعل الشر والتجربة بمعنى إصابة الإنسان أو الناس بالمصائب والكوارث اللي إحنا بنشوفها كيف تعامل السيد المسيح مع هذه التجارب؟ كيف تعامل مع إغواء الشيطان؟ كيف تعامل مع الآلامات التي سببها الشيطان؟ هذا هو ما سوف نكمل حديثا عنه بعض الفاصل فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم أحبائي المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى قبل الفاصل اتكلمنا عن نوعين التجارب الإغواء بالخطية أو الوقوع في المصائب والتجارب المتنوعة هنتكلم الآن عن هل تعرض السيد المسيح لهذان النوعان؟ هتكون الإجابة بالتأكيد تعرض في القراءة المقدسة اللي قرناها في بداية الحلقة بلاقي إن الشيطان كان يجرب السيد المسيح لمدة أربعين يوم اللي اتذكر في التجارب تلاتة بس لكن ده مش معناها إن فيه تلات تجارب بس اتجربهم السيد المسيح لأنه لمدة أربعين يوم كاملة كان يجرب لكن دي اللي ذكر في الكتاب المقدس ما هو إلا نوعيات متنوعة من التجارب اللي ذكرها أو اللي جربها الشيطان للسيد المسيح فإذن السيد المسيح هو مجرب كما ذكر في رسالة العبرانيين إصحاحة أربعة وعدد خمستاشر يقول الكاتب لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيئة مجرب في كل شيء مثلنا اتجرب من الشيطان أيوة اتجرب من الشيطان والتلات تجارب اللي ذكروا في إنجيل متة أو في السلاسة أماكن الأخرى بلاقي إن بتحمل نوعية الإغراء على فعل الشر فأول تجربة جه الشيطان يجرب بيها السيد المسيح قال له أنت جعان حول الحجارة دي لخبز وكل طب دي فيها إيه خطأ إن كنت إنت ابن الله حول الحجارة لخبز الخطأ كان إن كان عايز يلفت نظر السيد المسيح عن الاهتمام الأكبر إيه هو الاهتمام الأكبر إن أنا أسمع لصوت أبوي السماوي الاهتمام الأكبر مش الأكل والشرب الاهتمام الأكبر مش إن أنا أسمع لصوت إبليس يقول لي اعمل إيه أو ما تعملش إيه كان بيقول له سدد احتياجات جسدك إنت جعان سدد احتياجات الجسد طب هو الآب مش قادر يسدد احتياجات الجسد ده كان الشيطان عايز يقول كده إنت تقدر تساعد نفسك إنت مش محتاج لحد الشيطان بيجمع المعانا كده إنت مش محتاج ربنا إنت هتحتاجه في إيه أنت تشتغل أنت تعمل وتنسى ربنا وتنسى كل شيء ده اللي بيعمله إبليس التجربة التانية رد عليه طبعا في التجربة الأولانية السيد المسيح وقال له إيه قال له ليس مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله يعني ما تحاولش أن أنت تخليني ألتفت لهذه الأشياء المادية لأن أبوي السماوي يعتني بي وهو عنده الحل لو هو شايف أن أنا محتاج للخبز دلوقتي هو اللي هيبعته لي أنا مش هعمل حاجة لنفسي التجربة التانية اللي جات خده الشيطان على جناح الهيكل طرف الهيكل الخارجي الحتة كده بتطلع بره الهيكل بره يعني أعلى جزء في الهيكل وقال له إلقي نفسك مش مكتوب في الكتاب المقدس أن ربنا هيوسي ملائكته بك عشان يحفظوك لإلا يصدم بحاجة رجلك فهنا الشيطان كان خميس جدا ليه لأنه استخدم الكتاب المقدس عرف أن السيد المسيح بيستخدم دايماً الكتاب مكتوب مكتوب فقال ما أنا كمان أستخدم المكتوب بس استخدمه بطريقة شريرة ربنا ما بيقول لناش ارمي نفسك من فوق لتحت ربنا ما بيقولش حط ققف قدام قطر ماشي وقول ربنا ينقذني ربنا ما بيقولكش اشرب سم وقول طب هخف ولا مش هخف هعيش ولا مش عيش ربنا ما بتلفش بنا كده ربنا بيقول لا تجرب الرب إلهك يعني ما تحطش ربنا في امتحان ما تحطش ربنا في اختبار ما تقولش لو عملت كذا هيبقى كذا ليه لأن لا تجرب الرب إلهك مين أنا عشان أجرب الرب إلهي وهنا السيد المسيح رد عليه بنفس التجربة بنفس الإجابة مكتوب لا تجرب الرب إلهك انت جاي تعمل إيه جاي تجربني جاي تقول لي قرمي نفسي لا أنا لا أجرب القاب وهنا كأن الشيطان بيقوله أنت مش محتاج للأمان مش محتاج أن حد يحملك لو سقط آه لو أنا سقطت من ارتفاع الله هيرسل ملائكته عشان تحميني وتحميك ويا ما بتحصل معانا يا ما بتحصل أنه مثلا يكون سيارة ماشية في الشارع وفجأة عربية من غير ما تقصد تغبطك وتلاقي نفسك بحط الوحدك مين اللي شالك مين اللي أنقذك ملاك الحارس بتاعك ولكن أنا ما جيش أقف قدام السيارة ما جيش أقف قدامها وأقول له يا رب وريني بقى هتبعتلي الملاك إزاي عشان ينقذني دي تجربة ما جربش الرب إلهي الشيطان ما اكتفاش بكده تجربة التالتة اللي قالها ليه قال له طيب أنا هوريك كل ممالك العالم كل ممالكها وكل أرضها انت مش جاي عشان تفضي العالم ده وتاخده ليك أنت أنا هدهولك أنت جاي عشان تتصلب طب أنا هدهولك من غير صليب أنا هدهولك من غير تعب أنا هدهولك من غير مشقة أنا هدهولك من غير كل الألمات اللي هتواجهك اعمل حاجة واحدة بس إيه هي؟ أسجد لي أسجد لي وهنا الشيطان بيتكلم عن الحلول السهلة اختار الحل السهل السيد المسيح قال له اذهب يا شيطان اذهب إيه اللي أنت بتقوله لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد فهنا بنلاقي أن السيد المسيح غلب غلب إغواء الشيطان لفعل الشر والخطيئة طب هل تعرض السيد المسيح للتجارب؟ بالتأكيد تعرض ده كل حياته تجارب كل حياته ألامات كل حياته ضيقات من أول الميلاد وهو عايش في ألام وتجارب وهو عايش تولد فقير تولد في مكان فقير وحتى وهو لفت ستفل صغير هيرودوس الملك غار منه وحسده وكان عايز يقتله وقتل كل أطفال بيت لحم لا ربما يكون هو واحد فيهم وعندما قبر واجه العداوة مش بس من الغرباء ولكن من أهل بلده من الرؤساء الدينيين حتى أخواته ما كانوش مأمنين به كان فيه عداوة ويا ما كانوا حاولين حاولوا أنه هما يجربوه وحاولوا اليهود أنه هما يوقعوا بكلام وحاولة السلطة الرومانية أيضا كل الاتهداء دي كان عايشها وأخيرا تجرع السيد المسيح مرارة الصليب مرارة الصليب يبقى السيد المسيح شاف الألامات بمعنى التجارب والمصائب بالتأكيد شافها واختبرها مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيئة طيب السيد المسيح علمنا إيه عن التجارب؟ علمنا إيه؟ هل فيه طريقة ننتصر بيها؟ هل فيه طريقة نتعامل بيها مع التجارب؟ بالتأكيد أول حاجة الرب علمه لنا من خلال حياته هو لما الشيطان جهي يجربوا كان السلاح اللي استخدمه إيه؟ مكتوب يعني إيه؟ استخدم الكتاب المقدس اقرأ كلمة ربنا قولي ربنا يا رب أنا محتاج أتعلم كلمتك عشان كلمتك تنورلي تديني الفرق تعرفني الصح من الغلط لأن أنا لو ما قررتش كلمة ربنا هعرف إزاي الصح من الغلط إزاي هقدر أقوم إبليس وممكن الشيطان يخدعني وممكن الشيطان يطلني ليه؟ لأنني ما قررتش كلمة الله فمش عارف الصح فين سلح بكلمة الله سلح بالكتاب اقرأ كلمة الله كل يوم اقرأ كلمة الله كل يوم الحاجة التانية طلب مننا السيد المسيح في الصلاة الربانية في إنجيل متى 6-13 إن احنا نصلي ونقول لا تدخلنا في تجربة يا رب ابعد عنا التجارب يا رب ابعد عنا التجارب بأنواحها سواء كانت إغراء على الفعل الخطية أو الوقوع في المشاكل والألمات والمصائب يا رب ابعد عنا كل تجارب صلي لأجل كده صلي لأجل أن التجاربة مجيش في حياتك قول لرب يا رب أنا محتاج أن أنت تنقذني وتحميني من التجارب اللي بتيجي سواء كانت من الشيطان أو من أعوان الشيطان كمان السيد المسيح قال نحنا محتاجين نصلي في إنجيل متى 26-41 بيقول اصهروا واصلوا لا إلا تدخلوا في تجربة أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف طب ليه يا رب نصهر ونصلي بطرس الرسول بيرد ويقول في بطرس الأولى خمسة تمانية اصحوا واصهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو إذن السيد المسيح لما بيقول اصهر عشان إيه عشان الغفلة النوم في هلاك في أسد حواليك هتنام فيه عقارب حواليك هتنام مش ممكن فيه حرامي فيه لص جاي على بيتك هتنام مش ممكن عشان تنقذ من التجربة اصهر الصهر الروحي وصلي واطلب معونة ربنا وافتكروا يا حباء إن السيد المسيح في السماء الآن بيعمل لنا عمل عظيم جدا 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 العمل العظيم ده هو إيه؟ تعالوا نقراف لؤة 22-32 ولكني بيكلم بولس بيكلم عفوا بطرس ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك وأنت متى رجعت ثبت إخوتك ولكني طلبت من أجلك يعني إيه طلبت من أجلك؟ أنا بصلي لأجلك يا بطرس أنا بصلي لأن الشيطان طلب إنه هو يغربلك زي ما بنغرب الأمح الحنطة زي ما بنغرب للحبوب الشيطان كمان هيحطك في التجربة هيجيب لك إغراءات لكن أنا بطلب من أجلك وده اللي بيعمله الرب من أجلنا دايما نقول له يا رب سعيدني أنا متاكل عليك أنت وحدك بقوتي أنا ما أقدرش أبدا إن أنا أهزم التجربة حبايا فيه ملاحظات على التجربة لازم نعرفها ملاحظات سريعة لازم نعرف إن الشيطان يجرب ولكنه لا يكبر أحد على الخضوع للتجربة فما فيش واحد يقول من أقول الله الشيطان الشيطان بس بيتكلم بيدي أفكار لكن مين اللي بينفذ مين اللي بيقرر أنت أنت اللي بتنفذ أنت اللي بتقرر والله عندما يسمح للشيطان أنه هو يجربنا لا يسمح له بأكثر مما نحتمل فما فيش إنسان يقدر يقول التجربة أقوى مني أصلها دي كانت تجربة أوفر شوية لا 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 دي كانت زيادة لا الله بيقول على قدر احتمالك التجربة هجيلك ومش كده وبس ده كمان الله بيدينا القوة والعون عندما نجرب يعطي مع التجربة المنفذ الحل ليه؟ لكي نستطيع أن نحتمل التجربة في حد ذاتها يا أحباء مش خطية ولكن الخطية أن التجربة تثبت جوانا زي ما قال أحد القدسين أننا لا نقدر أن نمنع العصفير أو طيور السماء منها تحلق فوق رؤوسنا ولكننا نستطيع أن نمنعها أن تبني أعشاشا ممكن؟ أه ممكن العش هو الخطر لكن كلنا الأفكار بتجيلك تجربة بتجيلك أوعى تقلق الرب يسوع نفسه تجرب تجرب فالتجربة في حد ذاتها ليست خطية ولكن الخطوع للتجربة هو الخطية بعينها في هناك خطايا نقدر نقومها اخضعوا لله قوموا إبليس فيهرب منكم في خطايا لازم تقاوم ولكن في خطايا أخرى لازم نهرب منها زي الشهوات الشبابية وفي كل الحالات نحن بقوة الله نستطيع أن نفعل كل شيء حتى إن جاءت التجربة حتى إن جهي الألم فنحن نستطيع أن نغلب إن كان الله معنا ليتنا نصلي هذه الصلاة معنا إلهنا الحبيب نشكرك لأنك أنت جربت مثلنا ونشكرك يا رب لأنك أنت مستعد لتساعدنا نحن المجربين أيضا فأعننا دائما يا ربي لكي نكون سابتين غير متزعزعين نكون واثقين أنك أنت لنا معين نعلم أنه ليس فينا قوة ولكن نسلم حياتنا إليك وحدك لأننا نأخذ قواتنا منك أرجوك يا رب بارك هذه الكلمة واستجيب صلاتنا في اسم من فدانا وخلصنا سيدنا يسوع المسيح ولك منا كل الإكرام والمجد آمين ساعدت أحبائي بوجودي معكم على أمل اللقاء مرة أخرى سلام الرب معكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر